مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية يفصل خطة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في اعتماد الدفع الإلكتروني خطوة نحو اقتصاد متطور رغم غياب التكنولوجيا الحديثة عن العراق وما يمتلكه الخليج من نظام مالي متقدم إلا أن توجيهات رئيس الحكومة للبنك المركزي بتسهيل الرخص المصرفية وتقليل العمولات على الدفع الإلكتروني وإلزام الدوائر للحكومية والنقابات وربطها بحسابات مصرفية لاستحصال الأموال توجيهات تصب في دعم الاقتصاد العراقي خبراء صنعة الاقتصاد رأوا أن اعتماد الدفع الإلكتروني يمثل دعما لقيمة العملة وللبنك المركزي في الاستمرار على خطوات تطلعات السوق العراقية بقطاعيها العام والخاص كما يؤكد مسؤولون في البنك المركزي مختصون كشفوا أهمية الدفع الإلكتروني بما يعود على التاجر والمواطن من تقليل تكاليف الحصول على الراتب عبر أدوات نقدية إلكترونية والتأمين على حركة الأموال مقارنة بما يحدث أحيانا في الكاش إذ يتعرض لظروف خارجة عن السيطرة النظام الإلكتروني سيتيح للمواطن حتى البسيط فتح أفق لمعرفة نظام المالي الذي يستخدم في العالم وهو اليوم متاح في العراق بطاقات الدفع الإلكتروني تصدرها كافة البنوك لكافة عملائها بشرط أن يكون شخصيا أو حسابا بنكيا يمكن حاملي تلك البطاقات من التسوق والشراء عبر الإنترنت ومن ثم الدفع بواسطتها وبحسب مركز الروابط فإن تطبيق النظام المالي الجديد يبشر باقتصاد مزهر وبسوق واعدة ويحقق ما تحتاجه السوق العراقية من خدمات سريعة وفعالة في مجالات تجارية والتي تشكل عصب حياة المواطن نظام مالي إلكتروني يرى فيه الخبراء خطوة حكومية تصب في الإطار الصحيح لتحقيق اقتصاد عراقي واعدة اشتركوا في القناة